سبب هذه الحملة وفق أحد الروايات الغارات التي شنتها القبائل العربية على أطراف الدولة البابلية ونهب قوافلها التجارية وفي رواية أخرى أنها لأسباب دينية تمثلت في قتل العرب للأنبياء في الرس وحضور وهما مدينتان في بلاد الحرمين واليمن أثناء تجهيزه للحملة أمر الملك البابلي نبوخذ نصر واسمه المعرب بختنصر ببناء قلعة سجن فيها جميع التجار العرب الذين أتوا إلى بلاده بغرض التجارة وذلك كي لا يثوروا ضده عندما يعلموا بأنه قد غز جزيرة العرب عندما شاع الخبر أتت عدد من القبائل إلى الملك وطلبت الأمام فعفى عنهم وأسكنهم منطقة على شاطئ الفرات أصبحت فيما بعد مدينة الأنبار انطلق الجيش البابلي في حملته وواجه تحالف القبائل العربية بقيادة عدنام في منطقة تسمى ذات عرق تبعد حوالي 92 كيلو مترا شمال مكة انتصر البابليون في المعركة وانسحب العرب جنوبا فتبعهم الجيش البابلي حتى التقى الطرفان في حضور التي تقع غرب اليمن أخفن بوخذ نصر عددا من قواته وعندما التقى الجيشان وحمي القتال بينهما خرجت قواته من الكمين وهاجمت العرب من الخلف فانتصرت عليهم وندم العرب على ما فعلوه بعد انتهاء الحملة خرجت تجار العرب من السجن وسكانوا مدينة الأنبار